هذا الانعقاد أو هذا اليوم اللي ما اكتملش انعقاده من ناحية القانونية والشكل اللي حصل فيه عبر عنه الزميل سيف زاهر نشوف شاف هذه الجمعية الزاي النادي الاهلي كل يوم بيدي درس في الاخلاقيات والمبادئ جيل بيسلم جيل اللي حصل النهاردة هو مشهد جديد يدرس في مبادئ النادي الاهلي النهاردة النادي الاهلي كان عنده جمعية عامية في الجمعية العامية عمل لقطة مش هنشوفها أو ما شفتهاش في تاريخ حياتي غير في النادي الاهلي نشوف كده الصورة مع حضراتكم عشان نشوف الموضوع ايه ده حضراتكم كرسي قال لأستاذ العاملي فاروق نائب رئيس مجلس دارة نادي الاهلي وفيد الكرسي فاضي والمجلس كله موجود العاملي النهاردة هو الحاضر الغائب الغائب الحاضر في النادي الاهلي كان ممكن في اي مكان تاني الكرسي ده ما يبقاش موجود واللي جنبه يضم واللي جنبه يخش والكرسي تتوسع وتبقى يعني ان شاء الله بإذن الله يرجع بالسلامة وخلاص ولكن احنا كلنا نعلم ان الأستاذ العامري في حالته الصحية النهاردة مش موجود في الجمعية ولكن مجلس ادارة نادي الاهلي النهاردة برئاسة كابتا محمود الخطيب حب النهاردة يشرح للناس ان هي دي مبادئ النادي الاهلي يظل مكانك موجود ويظل كرسيك موجود مش بس في قلوب الناس لا لحين ان شاء الله بإذن الله ترجع بالسلامة وما فيش كرسي بيتقدم على كرسي لحد ما تقوم وترجع بالسلامة دي مبادئ سنين ممكن تكون لقطة محد شوف عندها وممكن تكون لقطة تعدي ولكن في الانتخابات وفي المجالس وفي المنافسة وفي الصراع وجود المبادئ احيانا بيبقى قليل قوي ولكن في الاهلي الاهلي غير وحيفضل طول عمره غير لانه زرع المبدأ في سنين زرع التاريخ في سنين فعشان كده كل يوم بيدرس منهج جديد يعني هذه المواقف احنا بنعيشها ولكن هي بتلفت نظر من هم يرون المشهد من الخارج توقف عندها الكابتن سيف زاهر والمشهد لا تره إلا في الاهلي طبعا احنا نتمنى نراه في الرياضة بشكل عام التأدير والامتنان والاحتفاظ لكل واحد بكمته ودوره هو ده المبدأ والرسائل المغلفة اللي هي غير مباشرة ولكنها ليه نتاج مباشرة فيها معاني كتير ولذلك أنا ثاني وثالثة جماعة ده ليس عشوائينا وليد الصدفة حب حب والآله كما وجدتموه هناك من ينادي بإن طوره احنا نطور في الأداء ولكن لا نطور في القيم والفلسفة إنما أدواتنا في التعبير عن الفلسفتنا وعن أخلاقنا وعن قيمنا ممكن يحدث فيها تطوير لكن لا يمكن نطور القيم إزاي القيم هي أساس كل شيء ناجح وخلي بالكو أي واحد بقول لك مازالت هي نغمة موجودة ومازالت واللي ما بيحبكش تولنا رؤيك هي دي يعني دي قيم الأهلي هي دي مبادئ اللي حيجننه سيبك يا إدتا مش حيجننه منتصاراتنا مش عارفين حصلوا الانتصارات ولكن كلمة المبادئ دي عامل أرتكارية شديدة جدا لناس عشان كده بقول لك يا جمهور الألم ما تشربوش اللي بيقدم إليكم ما تلتقطوش الطعم حافظوا على هذا العنصر الذي لا يستطيع أحد أن يستحفظ عليه لأنه عمل 120 سنة هو دي الأهلي وهي دي دروسه ومبادئه موسيقى موسيقى